طمطوم طمطوم دائماً في حقل الطماطم حقل أبي وليد معترض على كل ما حوله وغير سعيد سأله رفاقه الطماطم عن سبب هذا الحزن والتعب صاح فيهم غريب أنكم لا تعرفون السبب ألا ترون أن حجمنا في هذا الحقل صغير؟ بينما حجم الطماطم في الحقل المجاور كبير؟ بالأمس سمعت حبتي طماطم في الحقل المجاور تسخران منا تضحكان لصغر حجمنا وتتكلمان بالسوء عننا قال يقضان وهو حبة طماطم حكيمة يا طمطوم أتمنى أن لا تشعر بالإهانة وأنك مظلوم جميع المزرعات في هذا الحقل سعيدة لأنها تعيش في جو نظيف كله نقاء إن صاحب حقلنا أبا وليد يعتمد طريقة الزراعة المستدامة فهو رجل ذكي يريد لحقله ومزرعاته السلامة لذلك تراه يبتعد عن استعمال الأسمذة والموبيدات الكيموية ليحافظ على جودة التربة ويقدم للناس مزرعات صحية طريقته تحافظ على البيئة على المدى الطويل وتخلق تناغما بين الكائنات بشكل جميل بالصحيح أن الطماطم في حقل أبي فريد المجاور كبيرة الحجم لكنها في الحقيقة ذات فائدة غذائية أقل وسيئة الطعم لم يكترث طمطوم لكلام الحكيم يقضان وبدأ أن إقناعه مسألة ليست بالإمكان رفع رأسه وقال أريد أن أصبح حبة طماطم كبيرة لذلك سأنفصل عنكم وأذهب إلى الحقل المجاور عند الظهيرة مضى طمطوم مبتهجا إلى حقل أبي فريد مرددا في فخر هذا مكاني الرائع الجديد كان أبو فريد يرش حقله بالمبيدات ويستعمل الأسمدة الكيماوية هذا ما جعل طمطوم ينمو سريعا مثل الطماطم البقية أبو فريد أمه المال فلا يكترث لمساوئ تلك العملية وما لها من تأثير على التربة والمياه الجوفية ومبيداته تقضي على الحشرات الضارة للنبات والنافعة على حد سواء وتخل بالتوازن البيئي إذ تموت بعض الكائنات لأنها لا تجد الغذاء بعد فترة من الزمن ناضجة الثمار وجاء لشراء الطماطم ناضجة التجار لم يهتموا بالطماطم من حقل أبي فريد الكبير لأنها سببت العام الماضي مشكلة خطيرة حيث تأذى نتيجة أكلها عدد من الناس وأصبحت حسب المعايير الصحية مرفوضة بالقياس كان طمطوم مع بقية الطماطم يشعر بالخطر لأنه سيتعرض للتلف دون تقديم نفع للبشر بينما أقبل التجار على حقل أبي وليد لشراء أصدقائه القدامى لجودة زراعتهم وطعمهم الفريد أطرق رأسه ندما لو أنه كان للنصيحة سامعا لأصبح مثل بقية رفاقه القدامى غداءا للناس نافعا ودلوقتي يا أصحابي هنعرف يعني إيه الزراعة المستدامة الزراعة المستدامة يعني الزراعة العضوية اللي بيمنع فيها استخدام أي كيمويات مصنعة سواء كانت للتسميد أو لمكافحة الآفات وبيتم استبدالها بطرق طبيعية في التسميد ومكافحة الآفات والحشرات طيب إيه الميزة اللي بتميز الزراعة المستدامة يعني الزراعة العضوية أول حاجة أن احنا بنستغنى عن الأسمدة والمبيدات الكيموية وبنوفر تكلفتها ثاني حاجة بنحصل على منتج طبيعي لميزات صحية كبيرة جدا ثالث حاجة توفير المجهود لإنعدام العزيق والتسميد الكيموي رابع حاجة توفير جو أقصر نقاء في المزرعة وأفضل صحيا لخلوه من الكيمويات وآخر حاجة ترشيد استخدام المياه عن طريق تخزينها واستخدام طرق الرش أو طن